علقت الصحافة السعودية على الفوز الكبير الذي حققه فريق الأهلي على نظيره اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف فالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه نظيره فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وفي المباراة الأخرى يلعب منشستر سيتي الإنجليزي مع أوراواريد الياباني وجاء تعليق الصحافة السعودية على النحو التالي قالت صحيفة الرياضية ثلاثية الأهلي تنهي أحلام الاتحاد في المونديال وعلقت صحيفة الشرق الأوسط قائلة الاتحاد تاه فودع المونديال نامت جدة حزينة بعدما كانت تمني النفس بإنجاز تاريخي للاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 وذلك بعدما ودع بطل الدوري السعودي المنافسات بخسارته أمام الأهل المصري بطل أفريقيا بنتيجة 3-1 ضمن مرحلة الدور الثاني وقالت صحيفة سبق الاتحاد يودع المونديال على أرضه ووسط جماهيره أمام الأهلي وعلقت صحيفة عكاظ الاتحاد يخسر من أهل مصر بسبب الأخطاء الفردية ترجمة نانسي قنقر